كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم صيغة الترتيب في التصفيات المؤهلة لكاسي العالم بقطر حيث أكدت الفاف في بيان رسمي نشير على موقع الاتحاد أن الفيفا ستعتمد على المدى العشرين من قانون التصفيات التي تعتمد بالأساس في حال تعادل المنتخبات في النقاط إلى فارق الأهداف المسجلة في كل المباريات وفي حال التعدل في فارق الأهداف تحتكم إلى عدد الأهداف المسجلة في كل المباريات وفي حال التعدل في فارق الأهداف والأهداف المسجلة تحتكم الفيفا إلى عدد النقاط في المواجهة المباشرة وبعده فارق الأهداف في المواجهة المباشرة لتنتقل بعدها المنافسة لأكثر الأهداف المسجلة بين الفريقين وفي حال التعدل في كل ما سبق سيتم توجه للفصل عن طريق اللعب النظف